البيت الكبير لسا مستمرة مع حضراتكم وفقراتنا الحوارية الأخيرة هنتكلم فيها مع ملفات أو في ملفات كتيرة جدا مع الكابتن الكبير علاء نبيل اللي بيعتبر من الأسماء اللي بتمتلك الحقيقة رؤية تحليلية متميزة على الساحة الكروية الأفريقية هنتكلم بالتأكيد كمان عن الجنرال الراحل محمود الجهري وهو كان طبعا من المقربين له وهنتكلم عن المواجهة المرتقبة ما بين الأهلي ومع سامبة التنزاني بعد بكرة إن شاء الله في الجولة التانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل التوفيق للنادي الأهلي برحب الكابتن الكبير أوي أوي البرنس أهلا وسهلا بك أهلا بك كابتن علي أهلا كابتن علي أحيش دايك الله يخليك الحمد لله والله كله بخير دايما كابتن زي ما طبعا سيما قالت عندنا محاور كده إن شاء الله في اللقاء طبعا هنتكلم على الأسطورة الكابتن الله يرحمه كابتن محمود الجهري بس خلينا نبدأ بمباراة النادي الأهلي وسامبة أكيد طبعا حضرتك متابع يمكن أول مباراة في دوري المجموعات كان النادي الأهلي طبعا تفوقه على المريخ 3-0 في حين كان جزء من المفاجأة إن سامبة بيفوز على فيتا كلاب على ملعبه طبعا في الكونغو 1-0 رؤيتك الفنية كابتن للمباراة اللي جاية إزاي؟ لا طبعا المباراة صعبة طعب طبعا عمرها ما تكون سهل أبدا النتيجة مؤشر هرح تلعب فيه على ملعبها كسبانة في ذا كلب الكونغولي في ملعبها في الكونغو وفي تنافس شديد جدا وفي يعيز أقول أن النادي الأهلي بيجمع يعني جمع ثلاث نقاط على ملعبه اللي عايز يوصل ما يتغلبش بره في نفس الوقت في المخابل الخصم ما بيخسرش على ملعبه عايز يجمع نقاط على ملعبه عشان خاطر يوصل للأدوار النهائية فأعتقد أن المباراة صعبة فرقة من السهلة وكرة الخدمة على بيتنا كده لا يوجد حاجة اسمها سهولة في المباراة حضرتك عايش الأجواء دي تسهام الأفريقية طبعا وفي جماهير والماتش أيوة أعتقد من السنين النادي الأهلي ملعبش إمام 30 ألف متفرج في مدرج بكتير وقوة حتى لما كان في البطولة في كاس العامل الأندية يعني حاجة لا تذكر لكن طيب بتقال جمهور بس معاك المرة دي بتلعب ضده 30 ألف بيشجع الفريق المنافس أجواء جديدة في لعبة بقالها فترة طويلة ما لعبتش أمام الجماهير دي فأعتقد المباراة هتبقى عايزة فكر وعايزة تزان وعايزة تشكيل وعايزة إدارة إدارة قوية جدا للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة عايزة فكر وعايزة تشكيل وعايزة إدارة علشان تخرج مباراة في النهاية تحقق نتيجة إيجابية طبعا إيه اللي محتاجه الأهلي على مستوى الفكر على مستوى الفكر محتاج إيه الأهلي أولا النادي الأهلي ميخشش في جون تمام يعني التأمين الدفاعي موجود ولازم يبقى موجود تمام بالأخص اللي أنت عندك قوة هجومية كويسة عندك أكتر من واحد بيعرف يجيب جون في الحتة الأدامانية بلاش الاندفاع خلينا نبقى نتكلم بعقلانية لما لعبنا بحزر شديد في مباراة بايرم يونخ حسنا بالموضوع مش حالو الناس قدلك بجداء لقى النادي الأهلي لما احنا لعبنا بقى المباراة اللي بعديها النادي الأهلي لعب مباراة متوازنة هجوميا ودفاعيا عملنا فرق كبير طيب من حيث التشكيلة كابتن علاء عندنا مباراة صعبة زي ما حضرتك بكرت بس احنا منتكلم هنا عن الدفاع حضرتك يمكن بكرت بتقول لازم نأمن الدفاع بشكل كويس جدا لدى النادي الأهلي وعندنا النهاردة واحد تقلق في ماتش الأخير مع المريخ السوداني يعني ضد المريخ السوداني محمود وحيد نتكلم عن أيمن أشرف لا جدال عليه انت كابتن علاء نبيل تفضل انه يبدأ بمين او يفاضل يعني ما بين أيمن أشرف ومحمد وحيد ازاي سؤال حلو التركيبة اللي موجودة في النادي الأهلي في حتة خلب الدفاع خلبية الدفاع بدر بنون وايمن أشرف تركيبة حلوة اتنين ستايل أيمن أشرف في هذا المكان ما تنفعش واتنين ستايل بدر بنون في هذا المكان ما تنفعش اللي اتنين عاملين حاجة حلوة اه ايمن وبدر اه وبدر واحد عنده الهدوء وعنده اتزان والتاني قوي اه ونشيد فالتنين ركبين مع بعض لو الاتنين هدوء مش هتمشي ولو الاتنين بالاندفاع والقوة بتاعت ايمن أشرف مش هتمشي فالتنين خلاص دي تركيبة حلوة في قلب الدفاع يبقى ما نفكرش اللي احنا نغير بس محمود تقلق برضو بس محمود عمل عشان كده عشان كده بقول ايه اه ما نغيرش ودليل على كده ايه او حاجة يبقى تبقى حاجة جميلة اكتر اللي انت محمود وحيد بعد الغياد ده كله رجع بشكل كويس بشكل كويس اوي فليه النهاردة انا اعمل اللغباطة دي الحتة اللي في القلب ماشي كويس تمام ومحمود وحيد ماشي كويس لانه عندك اند برضو النهاردة اللغباطة دي محصلتش عندك محمود وحيد جاي حلالك الموقف هو هيخلي بالك هيخش في تنافس مع المحلول لو محمود وحيد ماشي بهذا المستوى هيبقى فيه تنافس والتنافس صالح الفرقة وده المطلوب وده المطلوب لانه كان فيه فترة من الفترات كان بنقول زي ما بنقول لو ايمن اشرف غاب شوية اه فيه ياسر ابراهيم بيقاد بشكل كويس بس انت اللي قلت قال ليه مهم جدا ان فيه الهيرموني مخلاص موجود خلاص بقى فيه دويتو اسمه بدر بنون واحد وتاني جزء الشمال محمود وحيد المطلوب اللي فات رغم غياب وفترات طويلة لكن بيقول لانه موجود قد بشكل كويس جدا على الشكل الدفاعي والهجومي وبالتالي دي حلت المسألة بالنسبة للمسلماني طيب نيجي لخط النص خط النص دايما بنقول الاهلي طريقة لعبه المواطنية ده 4-2-3-1 طيب عندك بتقول لا يبقى فيه حظر شوية خاصة اول ربع ساعة اكيد انت عارف الفرقة الافريقية بتنزل مندفع اول ربع ساعة طيب نبدأ بتلاتة يعني يبقى موجود تلاتة في نص الملعب بوجود مثلا دي يانج عمر السولية حمد فتحي او اكرم توفيق او انت بتفضل نلعب باتنين اتنين ديفندر والواحد اللي في نص الملعب ده نوفره يبقى في الحالة الهجومية هيا دي يبقى مدرس مختلف كابتون هاني ليه بقى هو الحتة القدامنية بيعتمد اعتماد كبيرة على افشا صحيح لو انت لعبت تلاتة في نص الملعب افشا بيشبق لي وجوده لان بش بتاعت الجنب اليمين او جنب الشمال بش بتاعت اش عاملاته خالص تمام فانت النهاردة بتطر اللي انت بتلاعب اتنين عشان يبقى افشا قدامهم في المكان ده هتقدر تستغنى عن افشا وتحط تلاتة في قلب الملعب زي الو ديانج ثلاث ارتكاز والسولية بالرغم ان التلاتة عندوهم الحتة الهجومية يعني عندك الو ديانج بيتقدم عمر السولية بيتقدم بس ما عندوش ميزات عشرة يعني عشرة البليميكر ايوة احنا عزين الحتة اللي تحت هي ايه تجيب جون فاعتقد اللي هو هيفكر او هيشتغل على ان ياخد من افشا اقصى حاجة موجودة اه جزء كبير تمام ولو ربنا اكرامه بنتيجة ايجابية هيبتدي يعمل هيشيل افشا وحط واحد تلات نص الملعب بس ليه بقى تحفظ في حتة قلب الملعب اه وبتساءل طبعا تبتعي حرية شخصية ومدارس مختلفة في التدريب وغير حاجة دي كلها انا انا كنت مستغرب في ان قلب يانج كان في احسن حالاته وقعد ايه السبب انا ما عرفش لكن قلب يانج انا بعتبره من ارقى اللعيبة اللي جات مصر كفكر وكاداء في الملعب ومرة واحدة هو ومحمد محمد شريف محمد شريف الاتنين كانوا في احسن حالاتهم ومرة واحدة ريحوا شوي هو ليجوة نظر طبعا بتحترم لكن انا باتكلم بنفتح موضوع ويجوة نظر لان هما اللي اتنين بأمانة اللي اتنين اللي عيبة كبار تمام فاعتقد اللي هو عنده زخيرة في نص الملعب وكمان بيدخل اكرم توفيق في نص الملعب فعنده زخيرة في نص الملعب لكن هو الفكر هو عايز ايه المباراة عشان كده التشكيل على حسب هو عايز ايه المباراة بس هيكسبها ازاي دي الفكر عايز ايكسبها المباراة اكسبها ازاي لا ممكن تاكتيكيا يبقى فيه تحفزات شوية انتزان شوية انتزان شوية بحيس لو ايه يعد الفترة الصعبة في بداية المباراة والضغط الجماهيري والحاجات بالذات اللي هو لازم هكون طبعا وصله فيه جماهير كتير هناك واللعيبة المصريية بقى لها فترة طويلة ملابتش تحت ضغط الجماهيري بس كبتن علاء يمكن هو اخر مؤتمر عمله لو بعد ماتش المريخ السوداني كان بيتكلم برضو على فكرة دي لما تسأل يعني انت النهاردة عندك ما شاء الله النهاردة في النادي الاهلي وده ما كانش حصل في فترات سابقة قريبة ان انت يكون عندك اكتر من لاعب في نفس المركز نهاردة انت بتريح على الاقل مثلا ريحت خمسة لعيبة اساسيين واعتمدت على برضو اساسيين احنا ما عندناش بديل تظهروا بشكل ولا اروع زي ما بيت قال تفتكر ده موضوع روتيشن ولا وجهة نظر ولا هو بيبقى عايز ايه يعني حضرتك مثلا قلت انا بتساءل ليه قعد يانجو محمد شير تفتكر ليه يعني كابتن علاء نبيل برضو يرد على السؤال لا لا عشان كده قولت ايه مدارس مختلفة واحد واحد يقول لك لا اصلا كان في احتياج لهم في المباريات اللي رايحهم فيه اه ايه لديانج ده يعني يعني حمد فاتح انا بحبه جدا وعمر السلية خائد جوى الملعب و عنده الحتة الهجومية والدفاعية بيعرف يطلع امتى ويستنى امتى ويدفع امتى وهاجب امتى عنده الحتة دي زاد فيه اوي عمر السلية ممكن من احسن اللعب الموجودة في مصر في هذا المكان تمام ممكن ممكن يقول لك مثلا ايه لديانج مثلا بياخد انذارات ممكن مثلا عايز يدي حمد فاتح على اساس لهو خفيف ممكن كابتن ممكن تفكير معادة معتها كلامك انه هو وسعد عملها وقالها موسيماني قالها انا ممكن جدا متطمن على فلان وعارف مستوى ادائه خلاص ممكن يكون متطمن بشكل كبير جدا انا في اي وقت هنزل مثلا دي يونج كان في افضل حالاته وما بتطفق معك كان في افضل حالاته وما زال في افضل حالاته لكن قال لك خلاص انا عندي دي يونج بتبقى بالنسبة لي وانت مدير فن كبير كل ما الاوراق الربحة عندك وابقى دكتك فيها فيها تقل شوية على حسب بقى سير المباراة حزق دي يونج دلوقتي ولا خليه لا انا عارف اي وقت بينزل دي يونج بيقدي بشكل كوي وفي نفس الوقت انا ممكن جدا ادي شوية اكرم توفيق في الحتة دي عايز اوقفه على رجله شوية عايز اديله سقط مباراة فابدأ ادخله فعملية عملية البالانس دي ما بين ان انا عندي واحد انا ضمنه كويس قوي وان انا عايز اعالي التاني عشان الاتنين يبقى في مستوى واحد دي عايزة عايزة عين حلو قوي وفي نفس الوقت مدارس مختلفة مدارس مختلفة خلي بالك خلي بالك موضوع حلو جدا بس هل انت بتبقى واصق في طبيعة اللعيبة اللي هي بتبقى كويسة بتقعد وهتنزل بنفس المستوى ما فيه لعيبة بتتأثر فيه لعيبة بتتأثر اللي هي بتقعد او لما ينزل بيفقد شوية من الصور بيفقد بيقعد فترة طويلة برا بيرجع مش هو تمام يعني لو هو ضمن الكواليتي او النوع بتاع اللعيبة او شخصية اللعيبة اللي هو بيعمل كده يبقى حاجة كويسة مثال على ذلك مرون محسن مرون محسن انا من انا من اكتر الناس اللي كنت بهاجمه تمام بس انا كان ليه هدف اللي انا اخلي عنده اراضة الناس بتهاجمك لا بس التضح اللي هو اتأثر لازم نغير المعاملة لازم ازاي لازم المعاملة تتغير لازم لازم ياخد ثقة وياخد دعم لان في الاخر هو لعب كورة مش ده اكيد حاصل جوه النادي الاهلي حاصل جوه النادي الاهلي بس مش من طرف واحد مش من طرف واحد النادي الاهلي وقف وقفة غير طبيعية بس لابد من ان جمهوره اعلامه انا اكتر واحد هجمته عشان ما حدش يقول انت يعني انا اكتر واحد هجمته بس لازم تعرف طبيعة اللي قدامك لازم تعرف انا عارف بتتكلم عليه كابتن سعاد الله يرحمه ما يجي سيري الكابتن جواري هو بيحس مفتاح اللعب فين أنا لو ضغطت على كابتن علاء واستفزيته هيديني بالزبط وواحد العكس صحيح لازم أطبطب عليه احنا في الاول كنا فاكرين النوعية دي لا دلوقتي لازم أطبطب خلاص لان احنا شوفنا حاجاتك وياسة ممرور محسن تمام وقع فترة تاك 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 ربعض لا لازم جمهور يوقف جنبه وإعلام يوقف جنبه لان خلاص هو اتأثر هو اتأثر وانا اكتر واحد هجمت فلازم برضو دي لعباتنا لازم نحفظ عليها ملاحظة حاجة كابتن علاء ملاحظة حاجة انه اي مدير فني النهاردة بيطلع يتكلم في اي برنامج رياضي بيشيد بمروان يمكن النهاردة اه الجمهور مستني منه كتير بس انت النهاردة عندك مروان بيقوم بتعليمات مدير فني صح يمكن دي يعني بيخفلها مثلا البعض الكتير ولا اي يعني انا النهاردة عندنا قصة في يعني في موضوع مروان والجمهور قول لي ايه القصة وليه المدربين الفنيين بخلاف مسلماني بيشيدوا بمروان تبقى قولي هتنظروا الجمهور عايز اللعيب اللي يجيب له جن اللي يتلاقي وقت صعب يتلاقي موجود في الفرقة وبيجيب جن لفرقته ويكسب فرقته الاسف افلى معاه افلى معاه توفيق وحظ يعني اه وساعات فنيات لانه هو هو بني ادم بيستحمل بيستحمل غصب عنه بيتأثر وبيتابع طبعا وفي حاجات تمام هو ممكن عشان انا اعرف مروان كمان من نوعه لسه عنده 18-19 سنة انا في اعتقد الشخص النقطة هتكلم فيها مهمة جدا مروان مش من نوع اللي هضغطت عليه خلاص كشفت تماما هو يتأثر نفساني الجزء التاني اللي بنتكلم فيه حتى للسادة المشاهدين واللي بيحبوا النادي الاهلي هم ينتقدوا على الجانب الفني انتقدني في الكورة انتقد شوية في العملية الفنية اه يا مران انت محتاج تخلص الجنب بسرعة اه يا مران تلعب دي احسن لكن اتنقل هذا النقد الى انتقاد الى كورة لا حتى طريقة النقد بقى موضوع الكوميك موضوع انك بتأذي الانسان في شخصيته مش لك اللعيب كورة انتقدني زي ما انت عايز في خلال المستطيل اللي اخدر قول علي زي ما انت عايز اه وحش لا كويس لا لكن هذا الاطار لما بيخرج الى النطاق انك بتهين انسان في شخصيته وبتأثر على نفسية بن ادم بقى احنا بنتكلم على بن ادم لا هو ده المرفوض واعتقد جمهوري النادي الاهلي بدأت تستورت لازم لازم يعني جمهور يجوا في جنب ناديه ولعبته في الحلو المرة انت بسم الله ما شاء الله جمهور النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي كبير تمام بس الموضوع برضو هكررها لتالت مر انا اكتر واحد هاجمته في السودات التحليلية بس كان عندي عايزك تطلع عايزك تدوس اه يعني قولتها قبل كده على الفكرة برضو في المنامج رئيس النادي الاهلي كبتم حضو الخطيب كان عكسه خطيب كان بينتخط بينزل شخصيات كل واحد كان لعكس برضو شخصيات بتختلف فيه واحد بيتأثر وفيه واحد عايز يتطلب خلاص احنا النهاردة مرهوان لازم بقى ايه كلنا سوفورتي بقى لازم ايه نجرب البديل البديل بقى ما جاش يبقى خلاص بقى يعمل اللي انت عايزه لكن ايه انت نزل سلخ 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 لا اعدل شوية وقال لك مش كل جماهيري النادي الاهلي يعني فيه جزء من جماهيري النادي الاهلي كانت سوفورت المرهوان الاجزاء التانية اللي بتطلع السوشيال ميديا وتطلع كوميكس دا انا في اعتقادي يعني يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية هتقلع لان احنا شوفنا مرهوان فترات على مستوى الانسان الفترات صعبة لكن على مستوى كلاعب كرة ان شاء الله يكون افضل وده اللي بنقوله يعني كلنا سوفورت لي انا على المستوى الشخصي دايما كنت سوفورت لي من خلال من خلال بكلمه من خلال بقف معه حتى فاتم لو قات الصعبة بتقوله لا لازم زي ما انت بتقول لازم تثبت للناس العكس ممكن ان شاء الله بإذن الله الفترات الجايزة محطوة افضل ان شاء الله للنادي الاهلي والمصر ما حانا يعني ببعا مكان دا يعني بحتاجين وبعدين في المقابل النهاردة عندك حمالات كبيرة قوي بتدعم مرهوان محسن وشوفنا الهاشتاجات اللي طلع لا لا بليش في الحاجات هاشتاجات انت بتطلع تقول هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل الكلام دا مع الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل برحب بحضراتكم مرة تانية ومعنا النجم الكبير الكابتن علاء نبيل الكابتن علاء كنا بنتكلم على بعض النقاط الفنية الفريق الاهلي وان مباراة سنبا التنزاني مش هتبقى مباراة سهلة تكلمنا على جانب خط النص شوية تكلمنا على الخط الأمامي بالنسبة لوجود أفشا بيبقى عامل مهم جدا على مستوى الأطراف على مستوى الأجناب رؤيتك شايفها مين يكون الأفضل في المباراة زي دا هو طبعا ووضح الفترة الأخيرة يمعتمد على تنين أساسيين أفشا وطهر طهر مصاب بالمطش اللي جاي المكان حتى بقى التالتة ما بين حسين الشحات وما بين موقوف وما بين كهرابا عجائيه ظهر بشكل أطر عجائيه فترة لعب رأس حربة وبعدين أعتقد الهدف اللي أحرازه بواليا المطش اللي فات هيبتدي بقى إيه ياخد ثقة ويبتدي أعتقد اللي هو هيلعب يبتدي ب بوالتر بواليا وكهربا وكهربا وأجائيه وأفشا تلاتة تلاتة وهيلعب مش هستغن عن أفشا آه طبعا إنه هو عنده حلول وممكن في واحدة يجيبها لك لكن هياخد منه أقصى حاجة زي ما قلت لك وحاجة إيجابية هيروح بقى إيه هيغير من التاكتك بتاعه ويبنى نص الملعب تلاتة بحيث اللي هو إيه يعمل الحتة الدفاعية شوي أجائيه كم من اللعيبة اللي برضو قاعدت شوية يعني على حس المسلماني قاعدت رياحة ومع ذلك لما رجع تاني يلعب تقلق بشكل كبير وفيه حتى يعني الناس كتيرة جدا لقبته بنصر المباراة في المباراة الأخيرة شفته إزاي بعد ما رايح شوية ورجع تاني اللي يقتل بدنية ما شاء الله زي ما هي كأنه ما وقفش يعني ما لعبش مباراة كتير يعني عاد بشكل كويس جدا هنرجع برضو إيه شخصيات شخصيات آه طبعا هو من النوعية اللي هو عايز ينزل آه قاعد بقاله فترة لا ده أنا بقى إيه لازم أبقى كويس لازم هي دي بقى بتبقى نوعية لعيبة حسنا لعب في الجولة أجيب تمام عمل مباراة كبيرة جدا جدا عمل مباراة كبيرة جدا فأعتقد أن برضو إيه زي ما كلمنا عن محمود وحيد نازم برضو ندي حق اللي هو برضو من الناس اللي قاعدت فترة ونزل قدة وعايز ياخد مكانه وعايز يبقى آه موجود بصفة مستمرة في التشكيل فأعتقد اللي هو تفوق عن نفسه وهو لعيب أعتقد اللي هو لعيب مؤثر جدا في النادي الأهلي حتى قبل ما يقعد كان عامل جبهة كان عامل جبهة مع علي معلول جبهة على أعلى مستوى وحتى المباراة اللي فاتت بدأنا نشوف أشكال مختلفة شوية الأجيائية كان بيلعب شادو مش شادو سترايكر لكن كان بياخد دور كأفشة شوية عمل أسست رائع للهدف بتاع كهرباء فأعتقد وجوده في مباراة زي ديت مهم جدا على مستوى الدفاع اتكلمنا على الثلاثة بس منكلمناش على الباكي مين انت برضو شايف رؤيتك إيه لي محمد هاني الفترة الأكيرة محمد هاني بيعيش فترة خلاص محمد هاني في لغة الكرة الكابوس اللي كان قاله مشي أحمد فتح فالنهار ده هو خلاص حس اللي هو هو الأساس بتاع النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي فديم اديه له ثقة فيه مطش وقع منه وقف بتقولت أنه ده وارد وارد جدا لكن لما يرجع تاني في المطش اللي بعده من نجوم المباراة وامام باير ميونيخ كمان تمام فده يبقى حاجة مش يعني ده بيبقى حفوات للعيبة وكامتاني عارف يعني فأعتقد أنه هو لا هو نمرة واحد في هذا المكان في النادي الأهلي هو محمد هاني محمد هاني محمد هاني مهجوميا هجوميا دفاعيا لا خلاص هو بينضج وهو اللي هي هيبقى مجود في المكان ده بصفة مستمرة وفكرني برضو لما بتيجي استيرته فكرني بمروان والهجوم اللي كان على مروان محمد هاني برضو تعرض لمثل هذه الحملات في السابق ومع ذلك عاد وبقوة وتقلق في مطش يعني زي البارن ده كان مطش صعب جدا ومع ذلك اكتاز يعني المرحلة دي المرحلة الصعبة دي فدي برضو ايه دي شخصيات شخصيات ولا ده الجهاز الفني والعمل النفسي لا شخصيات لا أصد الجهاز الفني ولا منك انت من جواك انت لازم انت تكتاز المرحلة دي يعني وفيه خلي بالك توفيق يعني مثلا محمد هاني الجهاز الفني وقف جنبه ووفق ما دي برضو توفيق لسه التوفيق ما حلفش مروان وحظه بيجي في مطشاط مؤسرة يعني حتى ضربة الجزاء يعني أنا أنا طبعا اي حد بيلعب باسم مصر ببقى متعاطف معاه جدا في النادي الايلي بيلعب المباراة الأخيرة بتاع ضربة الجزاء تمام هقولك ايه أنا نفسي كان مرار محسن يجيب البنال دي ده اقول يا رب عشان فكها بقى عليه يعني يعني شوفي الاحساس وصل لإيه لان أنا عارف لما بتقفل مع لعيب الكرة بتقفل بتقفل مع مدرب مع لعيب مع فرقة كاملة فحظه راح داخل في الهارضة المطشط صعب فعلا يعني الله يكون فعول والله بس ايه زي ما كابتنان بيقول يعني ايه لازم بقى جمه لازم يوقف جنبه ويدعمه ويدعمه وبعد كده بقى ايه نشوف برضو احنا وقفنا احنا هاجمناك ووقفنا جنبك عايزين بقى نشوف للأداء طيب يا كابتن عايزين طبعا زكرة طبعا يمكن مبارح كان زكرة ميلاد الكابتن محمود الجهري وكمان هنا في حلقتنا في البيت الكبير النهاردة كنا ترحيل سؤال وحنقوله لحضرتك بس نقول للأستاذ المشاهدين يا سهام كان السؤال بيقول ايه المباراة اللي ما تنسهاش للجنرال الراحل الكابتن محمود الجهري جلنا على تويتر يا سهام جلنا إجابات كتيرة جدا بس خلونا نستعرض بعض الإجابات ونبدأ من على الفيسبوك الأستاذ أيمن عبدالعزيز بيقول مباراة الجزائر عام 2001 انتهت بخمسة مقابل اثنين فكرة هذه يا كابتن سؤال ده موجه لحضرتك سيف ياسر قال مصر وهولندا في كاس العالم طبعا الناس بتغشش كيف تدعلي راند حبشي قالت مصر وهولندا برضو إيطاليا تسعين وبطولة أمم أفراقها تمانية وتسعين أحمد الشرقوي قال مصر وهولندا برضو ده على فيسبوك على تويتر محمد عساوي عساوي بيقول مباراة مصر وبركينا فاسو طبعا نهائي نهائي بوركينا فاسو قبل هاي قبل نهائي مباراة مصر في نهاية وقت جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا يعني بيقول مباراة نهائية تمانية وتسعين أحمد الشامي بيقول كل بطولة تمانية وتسعين كانت رائعة تحقيقا طبعا رحم الله الجنرال محمود الجاري سهيل البدران بيقول مباراة هولندا في كاس العالم تسعين برضو ده على تويتر مشاهدين على صفحة الانستجرام أستاذ حجاج المباراة الجزائر للتأهل لكاس العالم رحمة الله عليه ربنا يا رحمة رب أستاذ محمود يوسف قال مصر وجنوب أفريقيا في كاس الأمم الأفريقية برضو في ثمانية وتسعين كابتن علاء أنت كابتن علاء بتفتكر الحاجات وإحنا بنتكلم على براية تفتكر مطش جنوب أفريقيا النهائي طبعا كابتن هاني كان ليه دور كبير في الفاول اللي اتعامل اللي هو أعتقد من أحلى الفاولات اللي اتعاملت في العالم وأنا فاكر كواس أول هو كان مصنف جملة تاكتكية من أحسن خمس فاولات يتعاملوا في العالم كان من هاني للحسن حسن لطرق مصطفى جون كانت هايلة المطش ده طبعا أولا أحداثه بتقول هي مباراة طبعا خدنا بها بطولة أفريقية الأخ اللي قال كل بطولة 98 كويسة ده فعلا من أجمل البطولات اللي دخلت مصر هي بطولة 98 ممكن كابتن هاني بعد ما بطل بقى مدرب صعب قوي 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 لما أنت تبقي قعدة على الدكة برة وتبقى من جواك كده إحساسك اللي أنت المباراة دي بتاعتك نادر أولا ما بيجي لك الإحساس ده نادر جدا لما تبقى أنت قاعدة على الدكة أحس أنها تنتهي مباراة جنوب أفريقيا في نهاية أفريقيا في ظروف نحنو كنا فيها أنا كنت قاعد هنكسب متسأل ميشلي أو الله مباراة نادرة جدا ولو تلاحظ لنا يعني كنت هادي فاك لو كنا بتسخن ونزلنا كنت هادي جدا وكنت واثق لو المباراة دي تقعدت لغاية تاني يوم الصبح مش هيوصلوا لجونة عندنا من أداء اللعيبة من التكتك اللي كان محطوط من استعداداتنا للمباراة وصلنا للمباراة النهائية في ظل ظروف كانت صعبة جدا مش ممكن هكتوب صالة النهائي دي وتخسريه حاجات كتيرة جدا بس كان مشكلة المباراة الأبنى النهائي بتاعت كنت رس هولا مباراة ساحل العاج ساحل العاج في دور التمانية في دور التمانية اه بالزبط دي اللي كنت حاسس فيك كابتن انك الآن قوي الأول من المباراة انت كنت توقيتم ظهري انك كان يوقيتم ظهري أنا من فرحتي هاني جاب بعد ما اكتبنا دروات الجزاء من فرحتي كابتن جوري حط ارحمه ايده على جيبه طبعا كان فيها حاجات كتير قوي بلاش نعدي يعني بيجري بيجري من فرحتي وانا جريتس برينت مين جاي في وشي هاني رمز تمام هو بسرعة هو العيب كورة وانا بطلت جاي بسرعته وانا رحت واقف فاب استابله وراح دين وراح نطط على ابحض انا بقى ايه ظهري ده حسيت لهو ايه طب خلاص من فرحتي ده الفاول ده ده جميل ابدأ لمسة واحدة يا كابتن تلات لمسات جوء لمستين واحدة الفاول الحساب للتالتة جون لو نعيده تاني يعني يعني مش ممكن لو تلاحظ حتى لعيب جلوب افريقيا يعني متأثر جدا شفت عامل ازاي اه يعني ازاي دي تعمل فينا كابتن حسنين الله ارحمه ايه بص كاب بص يعني رمزي بص واحدة التانية التالتة الله تعملش فرقة زي جنوب افريقيا هتوخدها كاس قمم افريقيا اللي قابليها التايمينج والكرة وتحرك والحاجات دي كلها لا لا الصراحة وطارق حطيتها بوش رجلو ايه لا لا بص 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 ترمى كام واحد ترمى كام واحد لا 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 بص 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 اللعبة بتعمل زيب يعني متأثرين جدا دي المباراة دي المباراة لجمهور مصر شافها انا بقى بالنسبة لي انا ان انا اشتغلت مع كابتن جهر جدير كتير يعني المباراة اللي مش ممكن انساها مباراة منتخب الاردن ولبنان في لبنان نعرف حكايتها بعد ما نروح للفصل نروح للفصل من الذكريات الحلوة واحنا بنسترجع ذكريات كابتن علاء نبيل مع الجنرال محمود الجهري رحمة الله عليه واحنا طبعا يعني يعني بنقرأ له الفتحة وبندعيله وبتحل الساعات اللي فاتت دي الذكرة ميلاده توقف عند تصفيات كاس اسي وتوقفنا عند مباراة لبنان كنا اول مرة في تاريخنا نتأهل لكاس اسيا لكاس اسيا ليه المباراة دي بتفتكرها ليه زي ما تكلمنا عن احداث مباراة خدت بها بطولة تكلم على احداث مباراة وصلتك لأسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الاردنية في تاريخها احنا نكسب لبنان في لبنان نتأهل لأسيا لأول مرة جايبين جون اخر تلت ساعة خلاص لبنان ضغطة ضغطة غير طبيعية مع جمهور مال الملعب لما بقى بتيجي الحكمة في اللي كنت ازاي تديري مباراة تحت الضغط ده واهدفها وا 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 وتعملي تغييرين بلغة الكرة يقلبوا المباراة يقلبوا الدنيا كلها يعني احنا كنا يعني لما اتقاط كابتن جوري كان ليه عنده ميزة كان يستمع وروح طولة كابتن الجنب الشمال بتاعنا مفتوح لازم نقفله طب نعمل ايه طوله نعمل كذا 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 تمام قال لك التصرف لا هو قال لي انا برضو بفكر في كده طوله خلاص انتكى الله وكان عندنا اسرع لعيب في العرب كله كان اسمه انا الزبون اسرع لعيب في العرب انا الزبون كان قاعد بره طياط طوله انس ينزل وننبه اللعيبة ان اي كرة تيجي من الضغطة دي بس تتحط في المكان الفوضي دي وانس بصورته هاي طبعا عطرنا بقى اللعيب لغاية لما جبنا واحد في الجنب الشمال زيادة حطنا عشان كان الحتة دي مضغوطة عليها ونزل ازل انا الزبون وجبنا عبدالله ابو زامع كان ديفندر هو كابت الفرقة قلنا له اي كرة تيجي وحطها في المكان الفوضي ده اي كرة تيجي نبع لفرقاتك كده مفيش دقتين كرة برضو 18 وبالدماغ وطلعين وهو قطعت بسن الجزمة تحطت انا الزبون رايح واخدها خد الفرقة كلها بطهر وراح جاب جون خلص المطش تمام فبريكي ان تحت ضغط غير طبيعي اللي انت تقدر تفكري وتشوفي فرحة جمهور الكرة الاردنية وتشوفي فرحة الامير عالي رئيس الاتحاد بهذا الفوز جالكم وجنة من عمان كننا في رمضان متصحر معانا كانت سعيد جدا جالكم الاردن لازم عمرك بتنسي ما تقدرش تنسي هذه المباراة زي مباراة اليابان اللي كنا بتكلم عليها المباراة اليابان بس قبل المباراة اليابان هاخد من كلامك برضو وحربطه يعني كنت بتكلم مع السادة محمود صابري بالنسبة للمسلماني كابتن الجهر بالقيمة الكبيرة جدا واستورة في عالم التدريب مش عيب انه ياخد رأي وكان بياخد رأي كابتن علاء وبيشاوره كابتن فاتح مبروك في وقت من اللوقات فده كمان بيدل لأن كان في بعض الانتقادات على مسماني أصله وعلى طول بيروح للجهاز المعاون بتاعه يعني دي كمان كابتن علاء تقول علاء التعاون الكامل ما بين المدير الفني كمدير فني وأكيد هو صاحب القرار ما بينه وما بين الجهاز المعاون بتاعه قديه لهمية دي يعني في وقت من اللوقات المدير الفني بيبقى تنشن قوي مش شايب بشكل كويس ودائما بيقولوا اللي شايب باربع عيون أو بستة عيون أفضل ما بشايب اتنين طبعا يعني بصي تقالع كابتن ديكتاتور عمر عمر هاتي كلت خالص خالص راجل متجاوب جدا فاكر المباراة اللي مكانك تغير فيها مباراة المغرب كنت هتلعب للأليبرو وطلعناك في نفس الملعب من أجمل المباريات متخب مصر عملها تمام في الفاجر ده خالق عاد معايا كذا 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 ايه رأي كنت له كابتن أحسن حاجة عن التعامل جيز تشارني وعجبنا هاني الصبحية وعملنا عادنا كذا كذا دورك يبقى كذا كذا أجمل مباراة مباراة دي اللي هو طريق سعيد رأس الجن وعطاهم شبكة مبارا خلاص معرف بنا مش ناعد بقى خلاص فهو زي ما كابتن ناعد يقول المدير الفني الناجح واللي عنده سخب نفسه لابد من ان ياخد رأي الجهاز المعاون اللي هو جايبه عشان كذا كان دايما كابتن جوري يقول جهازك اللي هينجحك حقيقي جهازك اللي هينجحك هو هو عينك هو اللي في ظهرك هو اللي هيقول لك المعلومة بكل امان عشان تنجح وقرب لك عايزة تكلم عالمواقف الانسانية واحنا بنختم الحال عايزة نفتكر كذا معاك وتفكر الناس باخر كلام كان بينك وبين كابتن جهري رحمة الله عليه كان اي اخر كلام اخر اخر مكالمة كنت انا في السعودية مدن ناصر وكابتن جوري كان في عمان في الاردن كان مستشار سموه الأمير اتكلمني قبل ما يخش في العاية بالضبط باربعة وعشرين ساعة كواللزيز جدا هاي حلو اخبارك ايه وبتاع بقى بقى بس الجلبية وبتاع والضحك وبتاع حياة تاني طبعا انا كنت في عمان واتنقلت روحة السعودية كانت حياة اختلف يعني حياة مختلفة فقال لي انا عارف نتعمل شغل كويس وربنا وفاقك وبتاع وانا متابعك تاني يوم جالي ده كت اخر مكالمة تاني يوم جالي المكالمة من المدير المالي بتاع اللي تحكلهم طبعا حبيبي يعني كلمني حسام اللي هو مدير المالي قال لي في خبر بشحله قال طبعا وقبلها كم كالاما يعني قبلها 20 ساعة متكلمين وكان صوته كويس قال لي كابتن جهري وقع والحالة بشحله تدعو ايه اللي حصل قال لي كان في الملعب مع هناك اسموم الوعدين يعني عندنا هنا البرام هناك الوعدين كان عامل مهرجان ورجع البيت فبيقول زوجته مدام سام ربينا دي الصحة عمليلي قهوة عمت قهوة خرجت لقيته وقع على الأرض كابتن جهري ما عاش كابتن جهري شديد سليجة كابتن جهري ما كانش شديد ما كانش بوعد بنوعد في المطارات من قطر التعب اللي عيبة نايمة على الأرض وهو ما شاء الله كان واقف مالك مالك اي كلمت الاتحاد الاتحاد بتاعت الإسعاف على طول طبعا دنيا تقلبت يعني راح المستشفى طبعا الملك عرف والأمير عرف بتاع بعطوله أقوى طباء في المملكة وكان حتى في الساعتها كان فيه دكتور تلات يام في انجلترا وتلات يام في عمان يا بو فتح المشرط فكان نزيف حد في المخ يا حبيبي فبلغني بقى أحسام الحالة قال لي الحالة بش حلوة بس طبعا حيأت نفسي نزلت يوميا وكانت يعني موجود وكانت اللقطة الأخيرة ربنا أرحمه طبعا كلنا رايحين بس كان قبلها 24 ساعة وحتى قالوا لي في الاتحاد اليوم الخميس ده هو كان توفي يوم الجمع أي العي يوم الجمع يوم الخميس قالوا لي عد على مكتب مكتب في الاتحاد سلم قبل ما روح كأنه زي ما بيت قال كده ألبوم بيحس يعني ده كل الاتحاد قال لي نزل من الاتحاد دورين دور أرد قال لك نزل دخل على كل المكاتب سلم عليهم وخد بالعربية ومشي تاني وف رجع بيحس يعني دايما بيقال في من الناس اللي كأثروا فيها في حياتي فعلا يعني لكن طبعا رحمة الله عليه احنا فنشنا لا خالص يعني طبعا يعني كابتن جوهري دايما حتى على طبعا كلنا يعني المستوى اللي التعامل معاه أكيد طبعا حزنين على فرائه لكن يعني بيسيب أثر إيجابي كمان كابتن علاء وده اللي نتكلم فيه عمل مدرسة مختلفة عمل عمل أجيال طريقة تعامله مع اللعيبة بقيت احنا بالنسبة لما مجبرنا بقاينا ناخد نفس النهج غير طبعا النواحي الفنية والنواحي الإنسانية كمان هو عمل مدرسة خاصة بي كابتن جوهري كان عامل مدرسة خاصة بي اللي بيحصل العمل هو في الفترة اللي كان فيها الناس بتعملوا دلوقتي تمام لا كابتن جوهري يكفي يكفي اللي لما بتجاب سيرته سواء لعبته اللي اتمرنت معاه في أعظم قدية مصر أهل وزمالكم كلهم بيتكلموا كلام فعلا ببقى سعيد جدا إن أولاده بيجيبوا سيرته بخير في كل مكان ده دي صيرة طيبة ودي النعمة اللي ادها ادها له حب الناس حتى بعد ما ماتوا الناس شوفوا النهاردة حتى كام سنة بنتكلم عنه إن فعلا حسينا بقامته حسينا والله يا هاني مش في المجالة الرياضة بس أنا كنت مقيم معاه معاه على مجال السياسة كل مدار في مصر الفترة اللي فاتت الهولي في فعمان وإحنا عادين قال لا يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا فعلا والله العظيم أول مرة تقول الكلام ده والله العظيم كل صغيرة وكبيرة حصلت الهالي جايت وقولوا لنا وإحنا بنختم الحلقة فما فيش مجال يعني نسألك بس يبقى دائما محمود الجهري الغائب الحاضر يعني فعلا يعني وصرته فعلا هي اللي بقية وممتدة يمكن أطول منه عمره لكن ده يعني قضاء وقدر ربنا طبعا ملناش فيه طبعا أي تدخل وصرته دايما على السنة ودايما يعني بنتذكره أكيد بالخير أنا بشكرة جدا يا كابتن علاء شرفتنا ده للمشكل جدا الحلقة الجميلة دي وكنت وفروض أجي مع محمد حشيش أنا لكن حصلت الظبوت بتاعت الحمد لله سيبت الوعد كنت جاي بمحضله كافشات حاجات ده لازم هيكمل هنا في البيت الكبير إن شاء الله أكيد هتكونوا موجودين بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لنا ديالي التوفيق في مبارات الخادمة إن شاء الله ونجمع على خير دايما يا رب إن شاء الله شكرا لك يا كابتن شكرا لك دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة في البيت الكبير بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في البيت الكبير من عشر الواحدة تصبح على خير